أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله إن يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت بخطيئات فأولئك أصحاب النار فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسلقون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أولئك تقتلون أنفسكم وتخرجون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسالات فأدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغاثل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بلا آخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلونا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرثوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بيسمى اشتروا بأنفسهم أن يكثروا بما أنزل الله بغيا أن يلزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين وإذا لقل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكثرون ويكثرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما بعهم قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشرموا في قلوبهم العجل بكثرهم قل بي سمايا أمركم به إيمانكم إيمانكم وإن كنتم صمين كنتم مؤمنين قل إن كانت لهم الدار الآخدة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدرت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي وهدى وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وبلائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكافين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكثر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبدا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبدا فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كثر سليمان ولكن الشياطين كثروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب نهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فترة سلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتله ماله في الآخرة من خلاق ولم يسما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب نليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص لرحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننصخ من آية أو ننسيانات بخير منها أو ننسيانات بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء قدير ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتمدل الكفر من إيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كثارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون مصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانه دلون صارى تلك أماديهم قل هاتوا ورهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجاموا لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مسادينا الله أن يذكر فيه اسم وسعى فيه خرابيا أولئك ما كان له أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قادتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن سيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابات قلوبهم قد بيّننا آيات لقوم يوقنون إِنَّا أَرْسَلْنَا كَبِي الْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عَنَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَمْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَالَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْنُولَى وَلَإِنِ اتَّبَعْتَ أَوَاءُمْ بعد الذي جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتنونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكثر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها جفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إباما قال ومن ذريتي قال لا يدان عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصوا وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل أن طهل بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعلنا ذا بلدنا منا وارزق أهله من الثمرات منامن منهم بالله واليوم لا ياخر قال ومن كثر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبيس المصير وإذ أرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعثهم رسولا منهم يتنو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن من الذي مراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اشطفيناه في الدليا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بنا إبراهيم بني ويعقوب يا بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموج إذ قال إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونه دلون صالة اهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي كرم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابلون قلت حاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لهم مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والاسباط كانوا لنول صالة قلاته أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم شكرا